السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا اخوان عساكم طيبين ان شاء الله تكونوا بصحة سلام بل بخير او شي صلوا على رسول الله اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله مقطعنا اليوم اللي هو قلتش نسخ سيارة من صاحبك فهذا القلتش تنسخ سيارة صاحبك بدون ما تقلتش نهائيا بمطلب واحد فقط لا اطول عليكم في مقدمة المقطع اهم شي لا تنسون تشيكون لجميع الرواب وضلي في الوصف ولا تنسون تخشون متجري وكذلك وضهر لكم كودة لا تمشوب فاتمنى الكل يدعمني في فورتنايت وبس هذا اللي كان عندي فقبل لا نبدأ لا تنسون الاشتراك والنشر اللايك وادستايك راح يعبر عن رأيكم في النهاية فخلنبدأ في خطوات القليج ورجعنا لكم مرة ثانية يا اساطير اول شي خلنا نقول لكم مطلبات وبعدها راح شرح لكم الخطوات اول شي اخوان هذا القليج تقدر تسويه في اي مكان في الخريطة مو شرط في مكان النسخ تمام تمام طيب الشيء الثاني راح نحتاجه اللي هو لبس الغوص تمام يا اساطير لبس الغوص طبعا لازم نحتاجه في هذا القليج تمام تمام واهم شي اخوان نرفع الجوال عشان نوريكم بالتوضيح يعني نروح عند سيارة الجيش وبعدها عند شاحنة البانكر وبعدها يا اساطير البي ثري هادي خلاص نخليها بيرسون البيكال ستوريج عشان نقدر ندخل اي سيارة داخل الشاحنة تمام ورح نشتري دباب السانشيز داخل شاحنة البانكر تمام تمام الحين راح نوريكم دباب السانشيز على السريه زي كذا الان روح عند السيارات المستعملة وبعدين موتو سايكي لكلوب وبعدين زي انتم شايفين دبابة السانشيز هذا او هذا اللي هو الصحراوي تمام تمام وتحطونه داخل الشاحنة طيب الان راح نروح محل الملابس اقرب لنا محل الملابس في الخريطة نضغط سهم يمين وبعدها يا اساطير راح نروح خيار رقم ستة واربعين وبعدها رقم واحد تمام تمام الان راح نتوجه لأقرب بحيرة لنا في الخريطة وارجع لكم مرة ثانية الان يا اساطير اتوجهت لأقرب بحيرة او مسبح لنا في الخريطة الان نضغط ستارت وراح اوريكم وين هذا المكان تقريبا قريب من مكان النسخ تمام تمام لان انا قلت لكم اصلا قلتش يزبط في اي مكان في الخريطة تمام تمام الحين هذا هو المكان حق المسبح الان يا اساطير نركزوا معي نعلق على تاتش باد ونروح سيكرو سيرف ونخش الفي اي بي بعدها راح نعلق على تاتش باد وبعدها نروح ستايل ونوقف على اي لبس يا اساطير تمام تمام بحيث اول ما ننزل البحر ندبل اكسال خلاص تمام الحين راح نجرب ونشوف الان اول ما ننزل يا اخوان ندبل اكسال حلوين ندبل اكسال تمام تمام نضغط دائرة دائرة وبعدين نطلع برا المسبح الان نعلق على تاتش باد سيكرو سيرف بعدين مانجمنت بعدها ستايل ساهمين 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 ساهم زي ما انتم شايفين ضبط معانا اللي هو اللي تدبيل استوانة الغاز الان يا اساطير بتوجه لمكان النسخ وارجع لكم مرة ثانية ورجعنا لكم مرة ثانية يا اساطير زي ما قلنا لكم صديقي يجيب السيارة حقته ويحط الشحن حقته هنا وانا الشحن حقته في هذا المكان الان يا اساطير راح نبدأ في الخطوات الان صديقي مهدي يجي عند السيارة حقته ويوقف زي كذا ويعلق على ساهم تحت عفوا وبعدها يروح على اي شخصية من شخصيات الوفلاين ويقعد في هذا الدسالة ما يسوه فيها ولا اي شيء تمام تمام الان انا اجي عند الشحنة حقتي وبعدها راح اجيني خيارين انزل الخيار الثاني وبعدها اسحبه معاي الان يا اسطير بعد ما سحبته معاي اصلا هو ما راح ينسحب لانه هو معلق على شخصية الوفلاين الان انا اخرج بدباب السانشيز خارج الشاحنة وبعدها يا اسطير لما اخرج اقول لصديقي مهدي يضغط دائرة ويطلع من الشاشة السودة الان يا حبايب انا راح انزل من الدباب وراح اعلك على التاتش باد وبعدها موتور سايكل او قلنا اللي هو الفي اي بي عشان تدبل لبس استوانة الاكسوجين الان نروح عند الشحنة وندبل استوانة الاكسوجين مو شرط يا اخوان ممكن انت وصديقك تدبلون يعني مو شرط انت بس يعني عادي هو يدبل انت تدبل يعني اذا هو مقلتش وانت مقلتش بنفس لبس الغوص يمديكم تسوي الخطوات ورا بعض انت نسخة وهو مثلا نسخة الان يا اسطير راح نعبي استوانات الغاز بهذا الشكل تمام بحيث انيش نقدر نخلي الدباب يركب فوق استوانات الغاز الان راح نشوف والان يا اسطير زمتم شايفين خلاص انا كده دبلت يعتبر هذا كفاية جدا تمام الان انا بععد بهذا الشكل خلاص واروح عند الدباب الان ركزوا معايا في الخطوات يا اسطير خطوة جدا سهلة وبسيطة وما يحتاج لها اي تعقيد نهائيا الان راح اطلع فوق استوانات الاكسجين تمام وراح اجينا سهام يمين فوق زي ما انتم لاحظين الان يا اخوان ركزوا معايا اول ما اضغط سهام يمين راح تجينا شاشة سودا واول ما تطلع من الشاشة السودا تعلقون على التاتشبات تمام يعني بعدها شاشة سودا داريكت نعلق على التاتشبات الان راح نشوف سهام يمين شاشة سودا نعلق على التاتشبات اوكي الان راح ننزل بالمثلث وراح نمشي بشكل طبيعي جدا يا اخوان واحنا معلقين بالي هو استراكشن منيو او التاتشبات تمام تمام واحنا معلقين بالاستراكشن منيو نضغط مثلث وبعدها اول ما نحس ان نركبنا السيارة مصبوط الان نخلي صديقة يدخلنا داخل الشاحن حقته وبس زي ما انتم شايفين ونسخنا السيارة بشكل طبيعي جدا وتقدر تنسخ طيارات وسيارات واي شي فقرات يعني بدون اي مشاكل وهذا تقريبا من اسهل القليتشات اللي راح تشوفونها في اللعبة الان عشان اخرج مناشاشن حقتي ما راح اقدر اخرج الان نخليه خوينا يرسلنا عن شachن حقته وبعدها يا اخوان راح ندخل على الشاحن حقته بشكل طبيعي الان يا سطير راح نقدر نخرج من الشاحنة الان بشكل طبيعي جدا طيب الان بعد ما خرجنا الان راح نعلق على التاتشبات وبعدها نخفي الدباب عشان كذا راح يروح معانا ونستبدلوا بالسيارة المهكرة لداخل الشاحنة وزي ما انتم شايفين مثلا حابت دبلون عيدوا نفس الخطوات وبعدها راح تزمط معاكم ان شاء الله 100 في 100 والان راح تشوفون راح استدعي السيارة اللي داخل الشاحنة اللي نسختها وخوي معا السيارة حقته وزي ما انتم شايفين هذه هي النسخة حقتي وصديقي معايا في نفس السيرفر وكذا قدرنا ننسخ السيارة بشكل طبيعي جدا بدون مشاكل وبدون اي صعوبة وبس يعني كان هذا مقطعي لليوم فاتمنى اذا المقطع نال اعجابكم وكان سهل وبسيط ان شاء الله ما كنت طولت عليكم واي سؤال او استفسار جميع الروابط في الوصف ونشوفكم في مقاطع جديدة وفي امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة